موسيقى من هنا مشاهدين الكرام نتحدث مع شيخنا ونبدأ الحديث عن مشارب الفضاء في رمضان شيخ خالد حياك الله من جديد والحديث عن مشارب الفضاء القنوات الفضائية نتحدث عن أكثر من أربعمائة قناة فضائية تبث على العالم العربي وعلى الإسلام أكثر كذلك كيف يكون الاعتدال في ما يبث وكيف يكون منهج المسلم الصائم في المتابعة الحمد لله رب العالمين وصله وسلم عالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لفت نظري توصيفك للحلقة بأنها حرب الفضاء الحرب أولها كلامه كما قال الشعر والحقيقة أن الحرب اليوم ليست كلمة فقط الحرب كلمة وصورة ومقطع وحرف فهي أكثر من أن تكون كلمة لأن العرب في ذلك الوقت كانت الوسيلة العالمية التي يتداولونها بينهم هي الكلمة ولذلك كان العرب يحتفون بهذه الوسيلة فلإظهار عظيم تأثيرها كان يعلقون أبرز أبيات الشعر الشعر على الكعبة أقدس مكان عند العرب في ذلك اليوم اليوم الأمور انفتحت وأصبح الحرف له دور والكلمة لها دور والصورة لها دور والصورة قد تكون أبلغ من الكلام في كثير من الأحيان ولذلك التأثير الذي ينتج عن الوسائل الإعلامية لا يستهب به إلا غافل ولهذا ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث ليس تخويفا وليس إرهابا من هذه أوفوبيا إعلام إنما هو توصيف للواقع لنعرف كيف يمكن أن تستغل هذه القنوات وهذه الوسائل وهذا الفضاء في نشر الخير ومحاصرة الشر في تأكيد القيمة المباركة الطيبة التي يسعد بها الإنسان وفي محاصرة وتضييق القيمة الرديئة التي هي تدمير للفرد وتدمير للأمة الكنوة والصورة والقناة بالتأكيد أنها مؤثرة والعناية بها ليست محصورة بفئة يعني لا نظن أن الكلام عن خطر الإعلام هو فقط كلام لا يقدمه إلا من له نزعة دينية أو له جذور إسلامية بل الصحف تتحدث عن الغزو الأمريكي للثقافة الفرنسية من خلال الأفلام ومن خلال الإعلام وكيف الفرنسيون قلقون على مقومات الثقافة الفرنسية التي تأثرت كثيرا بالطوفان الإعلام الأمريكي كل مثل هذا في كل دول العالم فالقضية ليست تخويفا ولا تهويلا إنما هو توصيف للواقع حتى نعرف هذا القادم الجديد هذا التأثير الحاصل من هذه القنوات ما مدى وكيف نوجهه وكيف نتوقع شروره ونحقق مصالحه على مستوى الفرن على مستوى المجموعة على مستوى الأمة على مستوى الوطن على جميع المستويات على المستوى العلمي الثقافي التنموي الديني نحن بحاجة إلى أن نعتني بهذا الفضاء هذا الكم الكبير من القنوات وأنا أستغرب أنه فقط 400 قنات الواقع أن القنوات يصعب إحصاها يمكن تقصد القنوات المتحدثة باللغة العربية وأما اليوم المجال مفتوح في العالم تفتح كل 40 يوم تفتح قناة في العالم طيب هذا العدد الكبير المهول من القنوات على شتى توجهاتها واختلاف لغاتها واختلاف أفكارها ومشاربها لا شك أن الواعي يعي خطورة ترك الحبل على غاربه ودون وضع ضوابط للإنسان كائنا ما كان والمسلم على وجه الخصوص لأن المسلم يتميز برسالة وهذا ليس تمييزا يخلعه مفكر على قوم إنما هذا تمييز ربان الله سعال يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كنتم خير أمة أخرجت للناس تمر من معروفة تنهى على المنكر فالمسلم له من الخصوصية ما ينبغي أن يعرفها طبعا كل صاحب ثقافي يقول هذا الكلام له خصوصية لكن خصوصيتك ليس شيئا تكتسبه بذاتك أو تريثه من أجدادك إنما هو بمنهج إلهي الله تعالى بعث به أشرف رسله وأنزل به أحسن كتبه إن هذا القرآن يهديد التي يقول فنحن نحتاج إلى أن نتلمس من خلال هذا المنهج القرآني من خلال هذا المنهج النبوي كيف نتعامل مع الإعلام سواء في رمضان وفي غير رمضان القضية لا تنحص في رمضان لكن حم الإعلام تشتد وهو مضمار سباق للإعلامين على شدة اهتمامات في رمضان وبالتالي يأتي ضرورة الحديث عن هذا الموضوع في رمضان ليس لأنه لا يكون التأثير له في رمضان لكن يقبال الناس على وسائل الإعلام التسابق الإعلاميين لتقديم ما لديهم وسائل الإعلام تخطط لهذا الموسم على مر سنة كاملة بالتالي يحتاج إلى عناية ورعاية حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب ترجمة نانسي قنقر